موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا تضرب العراق تبدو أشد مما حدث في الأشهر السابقة في ظل التخبط الحكومي في مواجهة الوباء وعدم القدرة على الموازنة بين متطلبات التباعد الاجتماعي وتوفير البدائل المناسبة لا سيما للأسر الفقيرة وزارة الصحة أكدت تشخيص أعداد كبيرة من حاملية الفيروس أغلبهم من الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض بينما حذرت نقابة الأطباء من اقتراب المنظومة الصحية من نقطة الانهيار في ظل عدم قدرة المستشفيات على استيعاب الحالات الحرجة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها بسبب القصور الذي حدث خلال الفترة الماضية في عمليات المسح الوبائي ويؤكد مدير مستشفى الكندي في بغداد سالم البهاد لأن الموجة الثانية من كورونا أقسى من الأولى مشيرا إلى أن المؤسسات الطبية تشعر بضغط كبير من الإصابات المتزايدة لم يقتصر تزايد أعداد الإصابات على المواطنين فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيلها أكثر من 100 إصابة بين الملاكات الطبية العاملة ضمن دائرة صحة الرصافة ببغداد وأكد الناطق باسم الوزارة سيف البدر تسجيل العديد من الإصابات بين منتسبية الوزارة نتيجة ملامستهم لأشخاص مصابين بالفيروس عازيا السبب إلى عدم إعطاء معلومات صحيحة من بعض المرضى بشأن حالات الاختلاط وزيارة المناطق البوبؤة وعلى مدى 17 عاما من الموازنات المالية الانفجارية في بلد ينعم بثروات طائلة لم تستطع الطبقة السياسية الفاسدة أن تؤسس بنا تحتية صحية تستطيع التعامل مع الظروف الطبيعية فضلا عن أوقات الأزمات وبدلا من أن تعمد الحكومة على توفير الظروف الملائمة للتعامل مع الوباء تحاول رمي الكرة في ملعب الشعب العراقي الذي يشكل الفقراء طيفا واسعا منه ما يجعل الكثيرين منهم يضطرون مكرهين للخروج إلى العمل وكأن لسان حالهم يقول من لم يمت بكورونا مات من الجوع وهما يؤكد مجددا أن الآثار المضاعفة التي يخلفها وباء كورونا اليوم ما هي إلا واحدة من نتائج وباء الفساد الجاثم على صدور العراقيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر